اشتركوا في القناة 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 اليوم الامر مرافقنا من برش مائي برش السرطان لليوم التاني على التوالي وبالتالي الابراج المائي هي الاوفر حظا اليوم ويلي انهاره مفروض تكون ميسر اكتر من غيره عم نحكي عن السرطان الحوت وايضا العقرب كيف رح بتكون كل الابراج منبلش مع برش الحمل مولود برش الحمل حاول ما تعصب على اقرب الناس للك حاول ما تعصب لمنحدا بيدخل بشؤونك اليوم مولود برش الحمل نوعا ما مزاجي شوي ويمكن يكون هو حاسس حاله جسديا او صحيا شوي تعبين بعض القلق لكن ما في شي مهم يذكر فطول بيلك بتبقى الموليد الاوفر حظا نسبيا موليد 28 ل30 عدار مارس بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور هيدا نهار كتير مهم بالنسبة للك لانه اول شي بيطلعك من خجلك بتحس انه انت اليوم جريء وعندك الجرأة لحتى تدافي عن رأيك عن قضيتك عن فكرتك وتروح فيها للاخر هذا نهار كتير مهم لانه الكلمة والقدر على التواصل مع الاخرين وايصال الفكرة هي اللي رح بتخلصك الاجواء ايجابية على صعيد المفوضات والامتحانات الانشط موليد نيسان ابريل 19 ايار مايو مكمل مع برش الشوزاء مولود برش الشوزاء حضر حالك لبعض التفاصيل الجيدة والحلوة يلي معقولة دق بيبك اليوم يعني فيه احتمال انه اليوم خبر صار خبرية حلوة مفاجأة يمكن يكون علامة عالية بالامتحانات الدراسية الاكاديمية يمكن يكون فيه ربح بالمفوضات بالامور يمكن المهنية المهم اليوم النهار جيد جدا فحاول انه ما تكتر مصريفك فحاول انه تحافظ على اللي بتحصل عليه 14-15 و16 حزيران يونيو قلقوا فرحظا بنت ايه لا برش السرطان لانه الامر ببرشك مولود برش السرطان هناك تشجيع اللي مولود برش السرطان ده حتى يطلع من هالبوكس من هالعلبي اللي اذا انت قاعد فيها هيدا نهار حلو لانه بيطرح قدامك فكرة بيضوي على خيارات مختلفة نهار يجيبي لمولود برش السرطان لانه تنحل في المسائل العالقة وبالتالي على الارجح اليوم مولود برش السرطان عنده خطوة جديدة او مبادرة جديدة تجاهك او انت تجاه مسألة اخرى الاوفر حظا 15-16 تموز يوليو كمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد اليوم هو من الايام السلبية اليوم هو من الايام الضغطة من اقل الايام حظا بهيداء الشهر فبعد عن المشاكل حاول انه ما تحط حالك رأس حربي حاول انه ما تبدأ اي مشروع بالعكس تماما بعد بقدر المستطاع اكتفي بمسألة روتينية انتبه من التباسات وانتبه اليوم من المحتلين بشكل خاص اذا كنت اليوم من مولي شهر قاب اغسطس كمل مع برش العذراء مولود برش العذراء اليوم افضل من بكرة وبعد بكرة اليوم النهار بنشط لك اعمالك تحركاتك سواء كنت طالب كنت صغير كنت كبير كنت بتشتغل ما بتشتغل هناك تعاون معك هناك ناس تتعاون معك ورح بتساعدك ورح بتحسيح حالك انك مبسوط ومرتاح اكتر ضمن المجموعة فما تبقى لحالك الاكتر حظا 11-12 ايلول سبتمبر يلي عنده ظرف ايجابي او سلبي 25-26 ااب يلي عنده بعض المعاكسات هو 2-3-4 ايلول سبتمبر بنتقل لبرش الميزان بالنسبة لبرش الميزان هيدا نهار مهم جدا هيدا نهار بيقدر يوديك او يمشي فيك للاخر الى خط النجاح والنهاية هيدا نهار بعض مواليد برش الميزان يمكن يستلموا فيه خبر صار نجاح امتياز او حتى تكريم الاكثر نجاحا اليوم لمواليد برش الميزان 16-17 اكتوبر بنتقل لبرش العقرب بالنسبة لبرش العقرب انهار معقولة يخدمك بيخدم مصلحتك بيغير الامور لحتى تناسبك وبالتالي ما تعدم كتف ايديك اشتغل على مسألة اللي بدك ايها روج لالا اشتغلها للاخر معك اليوم وبكرة قبل الظهر تبقى المواليدة اللي معقولة يكون عندها بعض النجاحات المهمة 3-4-22 نوفمبر بنتقل لبرش القوس مولود برش القوس هناك بعض المسائل مثل ما قلتلك مبارح ادارية يمكن تكون استشفائية يمكن تكون مصرفية هناك متابعة للامور بدك شخص مختص ببعض المسائل اليوم لحتى يدافع عن مصالحك يمكن هناك بعض المسائل الاجتماعية يلي بتطلب منك انك تتعاون مع الآخرين وتسمع للآخر وتتقبل فكرة الآخر يعني حتى ولو كنت انت مزعوج ومش عاجبتك هيدا نهار لبتاخد وتعطي فيه فما تعترض قبل ما تفكر مرة ومرتين تبقى المواليد اللي عندها بعض الحزوز 24-29 نوفمبر 20 التاني وكونوا حذرين 17-18 ديسمبر بنت إلا برشل شادي مولود برشل شادي هناك بعض المسائل اللي ما رح تمشي أو يمكن تمشي لكن تمشي يعني بعد جهد جهيد وكأنه الناس عم بتعاكسه وكأنه الناس عم تستفزك فحاول ما توقع ضحية الاستفزاز أو التحدي بدك تطول بالك بدك تكبر عقلك اليوم لحتى تضلك انت ناجح وإلا تتكركب أمورك ونهارك ما بعود يمشي مثل ما لازم خلي عصابيتك على جنب خاصة 8-9 كنون التاني يناير كمل مع برشة دلو بالنسبة لي لبرشة الدلو هيدا نهار معقولة يقدم لك هلأ فيكون يقدم لك على طبق من فضة أو يمكن يقدم لك فرصة لحتى تنطلق بعمل جديد ما معناتها بنغير شغلنا مع النوارد يكمل القصة في احتمال إنه على الهامش يكون في عندك مسؤولية جديدة مهمة بعض مواليد برشة دلو يمكن ينطلقوا أيضا باهتمامات صحية استشفائية جديدة انطلاقة جديدة حلوة لألك الأوفر حظا مواليد 11-15 شبهات فبراير كمل مع برشة الحوت مولود برشة الحوت هيدا نهار ثمين جدا جدا بالنسبة لألك ليه؟ لأنه هيدا نهار تطلع فيه الشمس مثل ما قلتلك مبارح وكأنه كان عندك فترة كتير عاصفة وفجأة بتطل الشمس اليوم وبالتالي عجل شوف شو فيك تعمل المسائل العالقة يلي بده دعمي يلي بده أن تفتحظ تشتغل علي اليوم أو ماكسيموم بكرة الصبح وبعدين بدك تقعد عائل وتمطر وين لجمعة الجاي لترجع تتحسن الأمور إذن اليوم أو بكرة صباحا فقط لغير المواليد الأوفر حظر نسبيا 8-9 أدار مارس وكونوا حظرين 1-2 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة لأنه بتشجع مولود اليوم لحتى يروح بمشروع جديد أو يحسن المشروع اللي هو فيه أمره الحاضر الواقع بقدر يشتغل عليه أمور الصحية بنشغل عليها أمور الاستشفائية كمان هناك تقدم هناك تحسن وتابعوا الأمور إلى الآخر شباط فبراير حزيران يونيو وأكتوبر هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة ما تنسوا الساعة 7 إلى 4 وأيضا 10 وربع بعالم الصباح باي باي رح نتبع محطاتنا بعد لحظات مع ضيفيتنا بالستوديو خليكن معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر